في حيلة وسؤال الناس كلها بتطرحوا هو مين اللي هيبدأ بكرة محمد شناوي ولا مصطفى شبير؟ لو انت مدرب شناوي حارس كبير لمنتخب مصر حارس يعني من حراس من 2018 ومحافظ على مركزه مصطفى شبير ما أدي موباليات رائعة جدا للفتح الأخيرة مع النادي الأهلي تختار مين؟ مفيش شك طبعا أنا باتكلم بكل إيمان مصطفى شبير حاجة أكثر من رائعة ومستقبل حراسة منتخب مصر تسعة كلينشيت في بطلة أمم أفريقيا واخر بطولة حاجة محترمة جدا مستوى عالي الشناوي زي ما انت قلت يا كريم راجل خبرات كبيرة واسم كبير واخر بطولة كمان كان كويس جدا لو جاهز مية في المية يبقى الشناوي لأن ماتش بكرة زي ما احنا متفقين يعني أنه ماتش مواجهة ما بين منتخب مصر أو كابتن حسام وإعلام وجمهور منتظرين حاجات كتير النهار ده أنا لو اديت مصطفى شبير لقدر الله حصل حاجة حيطلط في الموضوع حيطلط طيب ما هو العكس ورده بس الشناوي شناوي لي رصيد عنده رصيد كبير بطولات أفريقيا كاس عالم في حاجات كتير عنده وبعدين ما يتقل لأنه برضو لسنة الحياة فترة من الفترات قربت أن الشناوي خلاص لكن مصطفى لسه المستقبل قدامه فأعتقد أنه الشناوي أقرب أنه يلعب لو هو جاهز مية في المية خاطر الدفاع محمد هاني عبد المنعم ربيع وعمر كمان على الشمال دي فيهم أي حاجة غريبة؟ لا ما فيهاش حاجة غريبة وهو ده طبيعي يعني وطبعا عمر عشان ما فيش الباكين لفت اللي بواحد موقوف وواحد مصاب فده طبيعي يعني ممكن هو ممكن الكابتو حسامي أنا ما عرفش يعني ممكن يرجع أكرم ويقعد وممكن هاني هو اللي يبدأ ده وارد برضو يعني آه أنت شايفي أنه ممكن أكرم هو اللي يبدأ لأنه أنت أكرم لعب لعب في المكان ده وكان مبدع آه فممكن الكابتو حسامي يروح له للفكرة دي بسه أكرم مع الأعلي بقاله فترة ما بيلعبهاش بيلعب نص ملعب آه هقولك برضو على حاجة هترجع لطرقية لعب الكابتو حسام هيلعب إيه أربعة اتنين تلاتة واحد ولا أربعة تلات تلاتة هتفرق لو لعب أربعة اتنين ممكن يلعب أكرم مع مروان في نص الملعب في نص الملعب أصلا استه ما تنساش حاجة مهمة وعنصر مهم الكابتو حسام بيحبه في اللعيد القتال والروح والحماس آه مين أكثر واحد عنده في المنتخب في الأقرم فممكن تلاقيه وارد انك تلاقيه وارد ممكن ما يبقاش موجود يعني لكن خط الضهر اللي انت ذكرته لا ما فيش أي كومنت عليه ما فيش تغيرات لا لا نص الملعب آه هيبقى مروان وزيزو وإيمان آه يعني ده أفضل تمانيتين بقدروا يوصلوا للجون يقدروا يعملوا خطورة بيقدر تمانيتين كمان عندهم مرونة في النوع يقدر يخرج لبره ويقدر يقطع من جوه فدي حاجة كويسة تسهل ان انت يبقى عندك حتة آه هجومية قوية مع محمد صلاح ومصطفى محمد واتريزيجي آه يعني أنا شايف يعني ده أنسب حاجة يعني صح ده أنسب حاجة يعني وكابتو الحسام بروه زي ما انت قلت لو شايف حد أجهز خلاص والله هترجع هو شايف اللعبة بتاعته وأكتر واحد عارف إمكانيات اللعبة وشايف ظروف اللعبة من يسمح ان هو بقى موجود ومن ما يسمحش ان هو بقى موجود هو من دير فن ترجمة نانسي قنقر